انطلقت يوم الأحد الرابع من حزيران في صالة بنك الملابس الخيري أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملت على مقاسي الثالثة والتي يشارك فيها النقابة العامة لتجار الأقمشة والألبسة وجمعية الكتاب والسنة بحضور سمو الأميرة سناء عاصم وتهدف هذه الحملة إلى كسوة ثلاثة آلاف مستفيد من أبناء الأسر العفيفة والفقيرة من جميع محافظات المملكة وبفضل الله وبحمده نحن نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة على مقاسي ثلاثة وهي مبادرة تمثل تكاتف جهود القطاع الخاص وأساسات المجتمع المدني لإطلاق هذه المبادرة وإدخال البهجة والفرح لأخواننا المستفيدين من أبناء هذا الوطن الجميل وقال مدير البرامج بالهيئة محمد ناصر الكيلاني أن هذه المبادرة تمثل تكاتف جهود المؤسسات الخيرية الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإدخال الفرح والسرور والبهجة على أبناء الشعب الأردني من الأسر الفقيرة والمحتاجة مؤكدا أن الحملة شهدت طوال الفترة الماضية الكثير من التنظيم والترتيبات لإخراجها بالشكل المطلوب وإيصالها إلى أكبر عدد من المستفيدين كونها تمثل عملا إنسانيا متقنا وبارعا ومن جهته قال رئيس النقابة العامة لتجار الأقمشة والألبسة سلطان علان أن هذه الحملة والتي تستمر للسنة الثالثة على التوالي تحمل نفس التميز والتنوع للأشياء المقدمة للمستفيدين مشيرا إلى أن هذا التعاون المميز بين كافة الجهات يدل على الإيمان المطلق لديهم بأهمية هذه الأعمال الخيرية المقدمة وأهمية استمرارها بالمستقبل وبين كذلك رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد أن هذه الحملة أسندت بالكثير من مراحلها إلى جهد الشباب المشارك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة محاربة جيوب الفقر بكافة أنحاء الوطن والنهوذ به نحو التطور والتميز أهمنا اليوم المستفيد من الحملة أن يكون فترة انتظاره بأقل ما يمكن متع التسوقه بأفضل ما يمكن التنوع البضائع على أشد حالها في هذه الحملة سنحرص أن يكون أول يوم وآخر يوم نفس الجودة تبعت البضاعة فبلشنا نهتم بتفاصيل نسأل الله أن تكون في صالح المستفيد نحن معنيين بالمستفيد دوما الشباب الأردني ما يستمد الثقة والعطاء والتوجيهات من جلالة الملك عبد الله حفظه الله الملك عبد الله في معظم خطاباته سواء بالتكليف الوزاري أو الخطابات الأخرى يقول بأنه يجب علينا كأردنيين محاربة جيوب الفقر في كل المناطق الأردنية يعد بنك الملابس أحد الأعمال الكثيرة التي تسعى الهيئة للقيام بها لتقديم يد العون للمعوزين في المملكة وأن آلية معينة تم تحديدها من أجل العدالة في التوزيع على المستفيدين بالإضافة إلى التشديد على نماطية التنويع للملابس من خلال قاعة تسوق كبيرة يتم فيها وضع الملابس والأحذية والمتفرقات الأخرى مثل الألعاب والأغطية والحرامات والملابس والمناشف وغيرها من الملابس وبإمكان المستفيد أن يقوم بالتسوق المجاني من صالة العرض الحالية التي تشاهدونها الآن والتي تم استئجارها في منطقة المحطة بعمان بمساحة تقدر بستة آلاف متر مربع فقد تم اختيار المكان ليكون مناسبا للمستفيدين من حيث الوصول إليه بسهولة لتوفر المواصلات بالإضافة إلى أنه قريب من المناطق السكنية التي يوجد فيها عدد من العائلات المعوزة